أولى سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أولى سنوي طلاب الأعزائي طلاب الصف الأول سنوي أهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير حلقة جديدة من حلقات قناة مدرسيتنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة بإذن الله عندنا استكمال ده درس النحو اللي احنا بدأناه الأسبوع الماضي وهو إعمال اسم الفاعل وطالما لو طيلك درس النحو يبقى زمن معنا كده أن انت لازم تكون قاعد مركز معي كويس جدا معاك كورا وقلم علشان أكيد هنقض نحل مع بعض النهاردة شوية أمثلة تكون كويسة خاصة أن الدرس ده درس مهم منترتب عليه كمان درسين جايين يعني معنا كده أن انت لازم تكون فاق كويس جدا ولازم تكون مركز معايا جدا جدا تعالوا نشوف كده بسرعة نواتج التعلم بتاعتنا اللي احنا عايزين نستهدفها النهاردة لو احنا جينا بصينا كده على أهم النقاط اللي احنا هندرسها النهاردة أول نقطة عندنا لازم نعرف الأول يعني احنا عرفنا الحصة الفاتحة يعني اي اسم الفاعل عايزين نعرف بقى شروط اعمال اسم الفاعل وهتيجي تقول لي قبل ما اتكلم على شروط اعمال اسم الفاعل هو يعني ايه اصلا اعمال ودي نقطة مهمة جدا عايزين نستهدفها النهاردة كمان عايزين نميز اسم الفاعل وعايزين نحدد المعمول الخاص باسم الفاعل كلها مصطلحات غريبة عليك هنقدر نفهمها دلوقتي حالا من خلال حلقة بتاعتنا أول سؤال سيطر عليك اللي هو ما معنى المشتق العامل يعني ايه كلمة مشتق عامل بيقول لي يعني بيعمل عمل فاعله عامل يعني يعمل عمل فاعله ودي حتة مهمة جدا بس ها مش فاهمها برضو يعني ها مش فاهم يعني ايه يعمل عمل فاعله هقول لك بص احنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنركز مع كلمة المؤمن في الامثلة اللي جاية بص كده المثال الاولاني بيقول لك ايه هل يشكر المؤمن ربه هل يشكر المؤمن ربه هقول لك بقى ايه حاجة جميلة جدا هقول لك يعرب كلمة المؤمن طبعا انت هتبص كده على الجملة دي هتقول إيه الأعراب السهلة ده أنت عندك هنا هل في الأول دي أداة استفهام دي لا محلمة لأعراب يمكن هي مش سهلة عليك أول بس أنا إيه وضحتها لك تعال بقى عندي يشكر هتقول ده فعل للمدارة المرفوع طب مين اللي بيشكر هتروح أهي المؤمن هتروح أهي الأعراب المؤمن هنا فعل مرفوع عليهم ترفق ضم هسألك سواء المهم هو أنت إيه اللي خلاك تقول للمؤمن فعل لا جوابني بس إيه اللي خلاك تقول للمؤمن فعل اللي خلاك تقول المؤمن فاعل أولا إنه في فعل عندك اللي هو الفعل يشكر وكمان إنه هو العمل إيه الفعل عشان كده كتب لك أنا إيه بقى لاحظ إن المؤمن فاعل بسبب وجود فعل عندك طب تعال بص كده المثال ده إنت خلاص اقتنعت معايا إن المؤمن فاعل بسبب في فعل في فعل اللي هو يشكر طب إيه رأيك هنا إن أنا جيد قلت لك هل شاكر المؤمن ربه أنا شلت لك يشكر خالص ونجبت لكش حتى شاكر اللي هو الفعل الماضي ولكن أنا جايب لك كلمة شاكر شاكر دي هي اسم فاعل وفجأة يعني ده اسم اسم يعني هيتقارب مبتدأ فأنت متوقع إن اللي ييجي بعد المبتدأ ييجي بعد المبتدأ إنه يكون خبر مثلا على سبيل المثال ده اللي أنت متوقعه دلوقتي ولكن فجأة وإنت ببص على شاشة لقيت هل شاكر المؤمن وربه حتى إن المؤمن فاعل برضو وهنا بقى جايلك سؤال يعني صراحة يعني غريب جدا إزاي كلمة المؤمن هنا فاعل ومفيش فاعل قابليها ده أنت شلت الفاعل وحطيت كلمة شاكر اللي هي اسم فاعل إزاي بقى المؤمن هنا فضلت فاعل زي ما هي هو ده اللي إحنا بنقول عليه بنقول إن في عندك حاجة اسمها اسم فاعل عامد يعني شاكر دي بتعمل عمل فاعلها مين هو فاعلها اللي هو يشكر يعني بالزبط كأنك هترجع للجملة رقم واحد تاني لو جالك هل شاكر المؤمن ربه هل فاهم الطالب الدرس بدل ما أقول لك هل فاهم أنت شيل فاهم وحط مكانها يفهم هل يفهم الطالب الدرس كده أجل أقول لك مثلا الطالب كاتب درسه هتقول الطالب يكتب درسه بس يبقى تعرف درسه وهنا مفعول به يبقى شيل اسم الفاعل حط مكانه الفاعل بتاعه ده مبدئيا فكرة الإعمال يعني إيه اسم فاعل عامل يعمل عمل فاعله ووضحناها من خلال الأمثلة عشان كده بقول لك في الآخر سطر قدامك نستنتج أن اسم الفاعل شاكر يعمل عمل فاعله ولكن هل هناك شروط هي دي بقى اللي احنا عايزين نتعرف عليها تعال نبص عليها كده من خلال الشاشة بتاعتنا ونشوف إيه هي شروط الأعمال أول شرط من شروط الأعمال الموجود عندنا تعال بص كده معايا فيه أول حاجة بيقول لي قبل ما تبدأ لشروط الأعمال تعال نشوف الأول اسم الفاعل بيقول لك اسم الفاعل ده لو كان مقتارن بقل ومهمة جدا كلمة مقتارن بقل دي مقتارن بقل دي يعني فيه ألف ولام اسم فاعل فيه ألف ولام طيب لو اسم فعل فيه ألف لام أنا هعمل ايه بيقولك بص بقى لو اسم فعل فيه ألف لام يبقى معنى كده أنه هو يعمل عمل فعله دون شروط يقولك كده يعمل دون شروط يعني هتقول على طول طالما شايف اسم فعل فيه ألف لام يبقى بالنسبة لك على طول هو اسم فعل عامل طب تعالي ناخد مثال مثلا على هذه الجزئية بيقولك أنت عندك أول مثال بيقولك المؤدي عمله بإتقان محبوب فأنت أكيد بتحدد اسم الفعل معايا اللي هو كلمة المؤدي ليه حددت ده اسم فعل دي بقى الحصة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت اللي أنت عندك الميم هنا مضمومة وعندك الدال هنا كمان ايه تحتيها كسرة زي ما أنت شايف يبقى إذا بمعنى كده أنت عندك المؤدي بهذا الشكل بالنسبة لك أن كلمة المؤدي هنا اسم فعل طبعا عرفتها من إيه أنه مين مضمومة ومكسور ما قبل الآخر ولكن تعالي بص بقى هنا وأنا بتكلم معاك على كلمة المؤدي بعد ما قلنا خلاص هي اسم فعل لاحظت أن فيها ألف ولام بص كده أنت عندك ألف ولام في الأول طالما فيه ألف ولام يبقى بناء على القاعدة دي أنه هو يعمل دون شروط يعني يعني أنا عامل دي دلوقتي كطالب يعني أنت معناه أنت تشيل دي تحط مكانها الذي يؤدي الذي يؤدي كده أنت شيلت الألف ولام حطيت الذي شيلت مؤدي حطيت يؤدي يبقى أنا كده بالنسبة لك ده اسم فعل عامل هتعمل حركة كمان هيجي يقول لي تعالى بقى نعري باللي بعديه عشان تعري باللي بعديه هتقف عند كلمة يؤدي وتسأل نفسك سؤالين أول سؤال من الذي يؤدي اللي هي بالعامية كده مين اللي بيؤدي مين اللي بيؤدي ده أكيد هو اللي بتقضي على الذي يبقى إذن الإجابة عندك ضمير مستتر يبقى ده كده هنسميه بص بقى دي مفاجأة هنسميه معمول لسم الفعل رقم واحد ده المعمول الأولاني يبقى اكتشفنا حاجة دلوقت قدامك على الصبور إن إحنا لما جينا سألنا نفسنا سؤال مين اللي بيؤدي اللي بيؤدي ده طلع معاك على طول هنا اللي بيؤدي ده هو اللي بتقضي على اللازم يبقى ده كده المعمول الأولاني اللي إحنا بنسميه ضمير مستتر يبقى فيه معمول مستتر هوا معمول دي يعني معناها إيه اللي هي اللي جاي بعد اسم الفعل العامل اللي هو الفعل أو المفاول طب تعالي أشوف كده يؤدي إيه ماذا يؤدي وأنا بقول ماذا يؤدي هتيجي الإجابة يؤدي عمله شايف الإجابة دي اللي هي كلمة عمله دي دي بقى هنقول عليها معمول اتنين المعمول التاني وده هيتعرب مفعول به يبقى إذن أنا عرفت حاجة دلوقت ده اسم فعل عامل عشان فيه ألف ولام يعمل دون شروط ده اللي هي كلمة عمله بنسميها معمول والمعمول هنا هيتعرب مفعول به بالرغم إن ما فيش فعل زي ما احنا اتفقنا ووضحنا هذه النقطة كده خلصنا من الجزئية دي ولكن قبل ما تبتدي تحس كده الموضوع بالنسبة لك سهل جدا عندنا حاجة بقى إيه خطيرة بيقولك إيه الخطير هنا بقى لو أنت جيت بصيت معاه هتلاقي إن فيه مثالين طالعين قدامك على صبورة دوقتي بيقولك الطالب مجتهد والطالب حقه لا يندم أبدا فهنا وقف هنا عند الجملتين دول فلقيت إن كلمة الطالب فيها ألف ولام فأنت بتصرع بقى فتروح قايل إيه ده يعمل دون شروط هو مأكد اللي ده إن اسم الفاعل طالما فيه ألف ولام يبقى كده كده عامل بالنسبة لك عامل دون شروط فأنت أتبص كده إيه دي طالب اسم فاعل فيه هنا طالب يعني على وزن فاعل وفيه كمان فيها ألف ولام وبالرغم من كده هتلاقي مفاجأ أجا أقولك ده غير عامل فأنت هتقعد كده إيه الله وما إحنا كدبين إيه فوق طالما فيه ألف ولام يعمل دون شروط وهنا الطالب دي اللي هي شبهها بالزبط هي هي هروح أقيل لك عامل فأنت بقى إيه ممكن تسيبني تقوم دلوقتي فأنا إيه ده بقى الطالب هي الطالب وش معنى هنا اللي فوق غير عامل واللي تحت عامل هقولك أنا بقى اللي تحت دي ممكن تشيلها وتحط مكانها فعل وده أساس الدرس إحنا بيقول اسمي فعل عامل إيه فهم بقى الحتة دي اسمي فعل عامل يعني يعمل عامل إيه فعله يعني أنا هشيل الطالب وحط اللذي يطلب تعالى اجرب كده معايا لو جينا قلنا اللذي يطلب حقه آه لايئة مين اللي بيطلب هو بيطلب حقه يبقى ده كده فعلا ينفع شيلها وحط مكانها إيه فعل طب تعالى عند الأولينية الطالب مجتهد يعني إيه اللذي يطلب مجتهد إيه اللذي يطلب يطلب إيه طيب طبعا ممكن يطلب مال يطلب شورة يطلب علم يعني يطلب إيه ما أنا مش عارف يبقى إذن دي ما ينفعش إن أنا شيلها وحط مكانها الفعل عشان كده سميناها غير عامل ومن هنا أنا ممكن أسهل عليك خلي بالك هسهل عليك شوي حاجة أقول لك الكلمة اللي فيها ألف ورام لو لقيتها وظيفة بتدل على وظيفة أو وصف سابت يعرف عالتون إن هي غير عاملة ما بتدلش على حدث فبالتالي دي معلومة ممكن تفيدك شوية في هذه الجزئية ده فيما يخص إن اسم الفعل بتاعك كان فيه ألف ورام معلومات خطيرة جدا ركز معي علشان كل دقيقة بالنسبة لي مهمة تعال ننتقل إلى السؤال اللي بعده أو الجزئية اللي بعده لو كان اسم الفعل مجرد من ألف آه يعني مفهوش ألف ورام بيقول لي يعمل بشرطين الشرط الأولاني إن هو يدل على الحل والاستقبال حل دي عندي دلوقتي والاستقبال يعني معناها مستقبل يعني الجملة الجملة لا تدل لا تدل على المضي على الماضي يعني ما بتدلش على الماضي وعرف منين هي بتدل على المضي هعرف من خلال كلمتين تلاتة كده واللي شبههم بقى يعني مثلا كلمة زي كلمة أمس مثلا كلمة زي كلمة البارحة الأسبوع الماضي الشهر الماضي أي حاجة فيها كلمة الماضي تحديدا مش فعل ماضي ما قلتش فعل ماضي أنا بقولك كلمة بتدل على الماضي يعني زي كلمة أمس أو كلمة البارحة أو السنة الماضية العام الماضي وهكذا يبقى لو أنت جيد بسيط مثلا وجيد قلت لك محمد كاتب بص بقى دي معها مهمة جدا كاتب درسه هتقرأ الجملة دي كويس هتقول لنفسك هل هنا في هذه الجملة في كلمة أمس أو في كلمة البارحة لا ما فيش يبقى يعرف على طول أن الجملة دي تدل على الحلوة الاستقبال ده الشرط الأولاني بين وبينك موظم الجمل بتكون فيها بتدل على الحلوة الاستقبال يعني الشرط ده بيعتبر كأنه موجود معاك على طول باستمرار يبقى إذن بيدل على حلوة الاستقبال يعني بتتأكد أن الجملة ليس فيها كلمة بتدل على الماضي طيب خلصنا من الشرط الأولاني سهل تعال خش على الشرط التاني بيقولك إن اسم الفاعل يعتمد على دي يعني ييجي قبل منه آه طب ييجي قبل منه إيه بقى يعتمد على يعني يزبقه شفت أنا حتى رسمتها لك يعني ييجي قبل منه يعني هتبص هنا هتبص قبله يا تاره ييجي قبل منه إيه يقولك معاك حاجة من خمسة يا إما نفي يا إما استفهام يا إما نداء لأ وإحنا مرتبينهم بالطريقة دي نفي استفهام نداء واخبالك لأن دول أسرع حاجة ممكن تفكر فيه كمان يعتمد على مبتدأ ممكن كمان يعتمد على موصوف ودي برضو من الحاجات اللي هي المهمة جدا يبقى أنت معاك يا إما يعتمد على نفي استفهام نداء يعني يعتمد على مبتدأ يعني يعتمد على موصوف أنا مش فاهم حاجة وأنا محتاج صراحة أمثلة ومحتاج تدريب كمان أكبر فإزاي بقى نقدر نوضح الحتة دي طب تعالي بص الصبور اللي جاي بيقول لي أنا هنا قدرت لك يعتمد على نفي بس يعني أصريت أن أنا يبقى عندي يدول أحلو السخبات يعني الشرط ده كده كده لازم يكون موجود ويعتمد على نفي بص المثال ده لو جيت قدتلك ما مكرم لو جيتنا وبصينا ما مكرم ونضيف إلا زلجود بص آدي كلمة مكرم دي اسم فاعل لو جيت بصيت قبليها هتلاقي قبليها كلمة ما فما دي كده بنسميها نفية وهي كلمة مكرم جاي بعدها بتتعرف حسب موقعها في الجملة فنقول عليها مبتدأ فده كلام كويس ده كده اسم فاعل عامل قريت الجملة كلها مفيش فيها أمس ولا فيها البارحة بصيت يبقى كيبت دول أحلو السخبال بصيت قبل كلمة مكرم لقيت كلمة ما وكلمة ما هنا معناها أن هي نفي يبقى إذا أنا اعتمد على النفي وبيدول أحلو السخبال كده اسم فاعل عامل طب أنا عامل ايه؟ خلاص عرفت أن هو اسم فاعل عامل شيت بقى مكرم وحطت مكانها كلمة يكرم عملت أنا بقى الحركة دي مين بقى اللي بيكرم؟ بص بقى هسأل نفس السؤالين فاكر من يكرم؟ من الذي يكرم؟ هيطلع لي الفاعل ماذا يكرم؟ أو من الذي يكرمه؟ تقام؟ يبقى هيطلع لك المفعول به أبيديك مثال يعني طب هنا مين اللي بيكرم؟ ذا زو الجود يبقى زو دي مفروض أن هي فاعل مرفوعة تروح عامل كده فاعل مرفوعة طبعا علامة رفع الواو لأنه هو اسمها خمسة طب من الذي يكرمه؟ بيكرم الضيف يبقى الضيف هنا مفعول به منصوب بس خلي بالك ده مفعول به منصوب لمين؟ مش لفعل ده مفعول به منصوب لإسم الفاعل اللي موجود عندي أعتقد الموضوع واضح جدا جالك سوئيل وأنا بسألك أول هو فين المعمول هنا؟ هتقول لي إيه معمول ده؟ أنا ما علفوش إيه المعمول مش لتعارف اسم الفعل؟ آه أنا عارفه اسم الفعل اللي أنا عارفه اللي هو مكرم عارف هو عامل ولا مش عامل؟ آه أنا عارف أن Ottmark عامل طب أقول لي كده شروط الإعمال؟ أنت سلحت ولا إيه الشروط الإعمال اللي هي أيه شروط الإعمال دي اللي هي يضي له حل والتقبال جايي قبل منه نافجي فده اسم الفعل عامل طب تمام خلاص إنت قلت إنه هو اسم الفعل عامل تعال أبقى فيه نقطة مهمة فين معموله؟ ما احنا قلنا مش عارفين اللي هو الكلمة اللي جايه وراه المفعول والفاعل اللي جايه وراه يبقى أنا عندي معمولين هنا المعمول الأولاني اللي هو الضيف المعمول التاني اللي هو ذو الجود لو جينا انتقلنا إلى نقطة تانية بص بيقول لك يعتمد على استفهام ما خدت بالك أهو يعتمد على استفهام ما احنا قلنا نافيه استفهام دول بسرعة بص كده ليه هذا المثال أمواطن الكريم الفقراء حقوقهم 3 معمولات عندك 3 معمولات بص كده عندك الهمزة هنا دي همزة استفهام حرف استفهام طيب تعال بص كده هنا بالنسبة لي هتلاقي ان كلمة معطن اسم فعل فنقول ده اسم فعل طب ده اسم فعل عامل اه اسم فعل عامل لانه هو يدل حال الاستقبال واعتمد على استفهام تعال بقى هات المعمول مين اللي بيعطي الكريم يبقى كريم فاعل بيعطي مين الفقراء يبقى الفقراء مفعول به أول لان يعطي ده بينصم مفعولين فاولون بي أول طب بيعطي الفقراء ايه حقوقهم مفعول به ثانا فدي النقطة اللي هي المهمة اللي احنا لازم نوضح لو جينا انتخلنا الى الاعمال اللي بعده بيقولك يعتمد على النداء خلاص سهلة انت فهمت بقى اللعبة ماشي ازاي انه يجي قبل منه نداء يعني مثلا بص المثال هتلاقي راجيا اسم فعل جاي قبل منه نداء وهو كمان يدل على نفس الغبال يبقى ممكن تشيل راجيا وتحط مكانها ترجو انت رحمة يبقى رحمة هنا مفعولون به هتيجي كمان بص بيقولك يعتمد على مبتدأ او معاصل مبتدأ معاصل مبتدأ دي هنشوفها بقى في التدريبات في حلقة اخرى ولكن لو تجينا بصين هنا على المبتدأ هتلاقي اه دي كلمة مؤدن اه دي كلمة الطالب اهو طبعا الطالب دي وظيفة خلاص قلنا غير عاملة بس بص كلمة مؤدن دي طبعا انت عارف ديه اتشالت ليه لو مش عارف ارجع للحلقة السابقة هتلاقي هنا كلمة مؤدن هتلاقي اعتمدت على مبتدأ يعني معنى كده ان كلمة مؤدن هنا تتعارب خبر ونروح ايدين خبر مرفوع وعنامية رفعه الضمة بس نقدر نقول الضمة المقدرة فطبعا دي من النقاط المهمة لو جينا انتقلنا الى اخر نقطة عندنا وهي اعتمد على موصوف انت ماشي بالترتيب نفي استفام نداء معاك اعتمد على موصوف دي اخر حاجة ركز بقى هنروح عند المشتاق المشتاق ده اللي هو كلمة قائلا يقولك هتلاقيه بيتعارب حاجة بالاثنين يا اما يتعارب نعت وده اللي حصل هنا فعلا رجلا قائلا الاثنين ناكرة يا اما يتعارب حال يعني ازاي حال يعني يعني يقولك قابلت الرجل قابلت الرجل قائلا قائلا صدقا لو جيب بسيط هنا صدقا قائلا هنا هتلاقيها ايه حال طالما هي اتعاربت حال طالما هي اتعاربت نعت يعرف على طول ان ده كده اعتمد على موصوف شيلوا بقى وحط مكانه الفعل اللي هو يقول يقول هو صدقا يبقى عندك معمولين واحد مستتر اللي موجود عندك والتاني اللي هو كلمة صدقا وده هيتعارب مفعول به منصوب كده احنا عرفنا الشروط اللي هي خاصة باسم الفاعل وازاي ان احنا نقدر نحددها بسهولة جدا تعالوا نبدأ مع بعض كده في اول تدريب من التدريبات اللي موجودة عندنا طبعا انت عزيزة طالب دلوقتي لو انت محتاج بقى ان انت طالب تلخص هذه النقاط اللي احنا شرحناها النهاردة فلازم تكون موجود معنا دلوقتي حالا على اللايف بورد وهنقدم لكم تلخيص لكل المعلومات اللي احنا قدمناها النهاردة تعالوا نعمل مع بعض ملخص كده لأهم القواعد اللي احنا درسناها مع بعض النهاردة احنا اتكلمنا النهاردة عن اسم الفاعل وقلنا معلومة مهمة جدا ان هو اسم فاعل عامل سؤال مهم هو يعني ايه كلمة عامل يقولك عامل دي يعني معناها يعمل عمل فاعله اكيد احنا استفدنا معلومة دي يعني ايه يعني شيل اسم الفاعل حط مكانه الفاعل ولكن انت في عندك صورة لاسم الفاعل ان هو ممكن يكون محلة بقل وهنا هنقف شوية مش اي اسم فاعل قدامك يكون فيه الف ولام لازم تقول ان هو عامل هو اه محلة بقل يعني يعمل دون شلوط انا معاك يعمل دون شلوط ولكن لازم يكون بيدل على حدث يعني لو جينا قلنا مثلا كلمة المعلم غيره له ثواب المعلم غيره هنا مش قصد بيها مهنة المعلم ولكن الذي يعلم غيره بص هنا انا ممكن اشيلها احط مكانها الذي يعلم يبقى هي دي بتدل على حدث فعلا لكن لو جيت قلتلك المعلم مكتهد في عمله لو جيت قلت المعلم مكتهد بص هنا دي لا تدل على حدث تا هنا بتدل على وظيفة يبقى دا كده بالنسبة لي غير عامل مفيش حدث عندك فدي نقطة مهمة لو جينا انتقلنا بعد كده الى جزئية اخرى وهي لو كان اسم الفاعل بالنسبة لك غير محلة بقل يعني كان مجرد مجرد من قل هتتصرف ازاي بيقولك لازم ترتب دماغك اول حاجة هتفكر فيها ان هو يا لازم يدل على الحال والاستقبال يعني الجملة نفسها بتكون مفهاش اي حاجة بتدل على امس لا مش بس كده كمان ودي احنا شرحناها لازم كمان يعتمد على يعني ييجي قبل منه يصبقه وركز كويس جدا في يصبقه دي هيصبقه ايه بقى ممكن يصبقه مبتدأ ودي سهل جدا يبقى هو لازم يتعارب خبر طب ممكن يصبقه نفي استفهام نداء ودي برضو بالنسبة لنا سهلة جدا ان انت تبص على اداة نفي او تبص على استفهام او تبص على اداة نداء كمان ممكن يعتمد على موصوف وده اعرفه ازاي بقى اخر حاجة اعرف ان هو اعتمد على موصوف لما يكون المشتق اللي موجود عندك المشتق ده هتلاقيه يا اما يعرب نعت يا اما يعرب حال لو انت اعرفت المشتق نعت او حاله بقى ازا معنا كده ان هو اعتمد على موصوف في هذه الحالة او ما تعرف على طول ان هو خلاص شروطه دي اتحققت تروح اقل على طول ده اسم فعل عامل تشيله وتحط مكانه بالفعل وكده بالنسبة لنا ده اهم المعلومات او اهم القواعد ان انت مفروض تستفدها في الحالة بتاعتنا بتاعت النهار حلقة النهاردة مهمة جدا كلها معلومات خطيرة عن اسم الفعل شروط اعماله وازاي ان انت تعرفها بشكل جيد جدا ينقصها كحاجة مهمة جدا ان انت تحل عليها كتير اسم الفعل واعماله واكيد الحلقة الجاية ان شاء الله هيكون معانا مجموعة كبيرة جدا من التدريبات على هذه الجزئية نشوفكو على خير في حلقات اخرى قادمة اشتركوا في القناة